نبدأ حلقتنا معه صباح الخير مجددا وسط مشهد إقليمي واضح ميدانيا إنما غامض سياسيا ولسيا ما في سوريا والعراق وعلى وقع عمليات إرهابية تنقلت في الأيام الأولى من العام الجديد بين تركيا وسوريا والعراق يبدو أن لبنان يسير بثبات نحو تعزيز الاستقرار السياسي والأمني وصولا إلى الاقتصادي وهو ما يحتل عنوان الصدارة في الزيارة التي يبدأها غدا إلى الرياض ثم الدوحة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وسط ترحيب لبناني عارم لفت فيه موقفان الأول لمفت الجمهورية والثاني لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لم يمانع حتى في زيارة محتملة للرئيس عون لطهران أو في حصول لبنان على مساعدات عسكرية إيرانية إذا كانت غير مشروطة وفي غدون ذلك وفي موازات المسار الحكومي المنتج نفطيا وعلى مستوى التعينات الإدارية على الأقل تترقب الساحة المحلية مصير البحث في قانون الانتخابات النيابية علما أن رئيس الجمهورية وقع أمس مرسومة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تمتد من تسعة كانون الثاني الجاري وحتى عشرين أذار المقبل وتسمح بإقرار القانون الجديد متى ترجم التوافق السياسي إقرارا لمشروع مقبول في مجلس الوزراء وعلى المستوى المحلي أيضا برزت في اليومين الماضيين سجالات عنيفة على جبهتين خاصة الأولى ريفية مشنقية وتاليا حريرية إذا جازت تعبير وثانية قوتية كتائبية سرعان ما لملمت ذيولها ليبقى الجمر تحت الرماد على كل حال هذه المواضيع وسوها نعرض لها في سياق هذه الحلقة مع ضيفنا الناشط السياسي والحزبي في القوات اللبنانية الأستاذ إبراهيم الصقر أستاذ إبراهيم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك مجددا بالأو تيفي صباح النور سنبلش معك من الحدث إذا بدنا نسميه حاليا المرتقب بكرة يلي هو الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للمملكة العربية السعودية مع ما يرافق هذه الزيارة من ترحيب ومن توقع لنتائج إيجابية ممكن أن تحملها بشكل عام كيف تنظر إلى هذه الزيارة؟ يعني في طبيعي اليوم رئيس الجمهورية لازم يزور كل بلدين العالم السعودية أو غيرها ونخفف من هالجمود الاقتصادي أول شيء لحتى البلد يقلع بحكومة جديدة يقلع باقتصاد جديد ويصير المستثمر إليه سئة في لبنان ليرجع يبلش يرجع من أول وجديد يحط السصماره في لبنان ويكون عنده سئة أنه في دولة بتحمي من هون إذا رئيس الجمهورية الله راد راح ورجع بده يكون في زيارات غيرها وبدأ ترجع تمشي للألية بكل دول العالم أكيد يعني مبارح مثل ما قالنا بالمقدمة كان لفت موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع من هذا الموضوع تحديدا وصف الزيارة بالممتازة مجرد حصولها بأنه أمر ممتاز ورح ينعكس إيجابيا القوات اللبنانية مثل ما هو معروف عندها علاقة تاريخية وقديمة نوعا ما مع المملكة العربية السعودية كيف ساعدت هالعلاقة بالوصول إلى ما نحن عليه اليوم يعني كل اللي كل الدول تقريبا الصديقة والحليفة القوات اللبنانية لا علاقة معها طيبة يعني ولا مرة كان فيه مشاكل مع حدا نحنا ولا كان فيه اليوم عندنا فيتو على أي زيارة لحد ولا شي بس كل شي برجع بيصب لخير لبنان القوات اللبنانية هي معه أطول على كل حال يعني زيارة لإيران بحل حصولها وهذا أمر كان ليفت مبارحة أنه دكتور جعجع رحب بحدوثها إذا أرر رئيس الجمهورية أنه يعملها رئيس الجمهورية بزور كل العالم أما زيارة المملكة السعودية هي واجب زيارة إيران تقريبا واجب إذا ما كانت زيارة مشروطة على أي شروط عادية زيارة طبيعية للاقتصاد وللنفتح أسويق نحن وإياه هنا هذا شي طبيعي بس كان ليفت الحكيم بحديثه أنه المساعدات ما تكون مشروطة أما غير المساعدات هذه شغلة نحن حتى إذا المساعدات مش مشروطة كمان قلنا حق ناخدها كان موقف القوات اللبنانية قبل يتسم بسلبية أكثر حيال إيران أو على الأقل هذا ما قرأته بعض الجهات المتابعة أمس بموقف الدكتور جعجع أنه هناك تغيير جذري مجرد أنه يقبل بمبدأ حصول الزيارة يعني فيه تغيير بموقف القوات هل الموضوع بهالإطار نشوفه أو بإطار آخر الحكومات السابقة كلها ظالت إيران ما كان فيه تعليق سلبي أبدا نحن عطول فيه تعليق سلبي لما إيران تتدخل بلبنان وأي دولة أجنبية بتتدخل بلبنان نحن فيه تعليق سلبي عليها أما ولا مرة تلاقي أنه فيه شيء خاص نحن كقوات لبنانية إذا أنت إذا راحوا على إيران ولا رجعنا بس مهم ما يكون فيه تدخل مباشر بالشؤون اللبنانية أو في خربطة بالأمن اللبناني من وراء إيران هوني وقتها نحن بنكون وقفين بكل أي دولة أجنبية بتوقف بهذا الموضوع هل كانت السعودية برأيكم تتدخل بمراحل معينة بالشؤون اللبنانية أم أنه الأمر بيختصر بس على إيران والدول يعني الحليفة لإيران أنا برأيي السعودية كانت عمت بمطرح معين كان الاقتصاد مفتوح بلبنان من وراء دول الخليج يعني ما كان فيه شؤون خربطة أمنية أما وقت من الأوقات إيران كانت عمت خربط يعني بأكتر شغل هذا اللايت سنتين ونصف لعملت رئيس جمهورية من وراء بعد الدول وخصوصا إيران أنه أبدأ رئيس جمهورية في لبنان هي العرقلة تقتصر على موقف الإيراني كانت يعني كان فيه إيران وكان فيه حزب الله وحزب الله هو أدات لإيران في لبنان يعني أكيد حيكون هو اللي عم ينفذ لها أداتها في لبنان أما السعودية كده عم تسعى عطول ليكون فيه رئيس جمهورية في لبنان أنا أريد أن أدافع عن السعودية أنا أدافع عن لبنان لبنان أنا عطول بالنسبة له الأولوية بس أنا بقرأ وبقشع بشوف الدول اللي عم تبعد لأول اقتصاد في لبنان والدول اللي عم تعرقل اليوم صار فيه رئيس جمهورية وبيعتقد إيران كان إلى دور أنه تسيسر هذه الأمور ولو ما تسيسر يطمع كمان درنا وصلنا لهذه النتيجة خلينا ننتقل من إيران إلى حزب الله مثل ما كنت عم تربطون هلأ بالموضوع الرئاسي وغيره اليوم القوات اللبنانية يحكى كثيرا عن خطوط التواصل مفتوحة بين حزب الله وبين القوات اللبنانية برحق أيضا بحديثه بالقبس الكويتية الدكتور جاجع حكي أنه هالموضوع بعده منه على الخط الصحيح يلي يجب يكون عليه هل برأيك لازم بنهاية المطاف أنه يصير هناك حوار بين القوات وحزب الله أنا برأي هلأ ما في خطوط لا مفتوحة ولا مسكرة يعني عادية ولازم يكون في حوار بين كل اللبنانية على طريقة الحوار من الناد للناد مش الحوار بالأمر لما أنا بيجي بحاورك كلبناني لبناني لشؤون اللبنانية وشؤون وشؤون البلد أنت لازم يكون مع كل الفراقاء اللبنانية والقوات السياسية لازم يكون في سلام ما يكون في مشاكل يعني بس ما بتحكيني بلهجة الأمر ولهجة اللي إلي عليك وإليك علي أكيد اللوات اللبنانية هاني بتوقف بوجه كل واحد بيأمرها والطيار الوطن الحر على الوضع بين القوات اللبنانية وحزب الله يعني هل حزب الله كان يأمر الطيار الوطن الحر طيلة هذه السنوات الحزب الله بيأمر كل الكوة السياسية بنظره هو هو يعيشه أنه هو أقوى إنسان بنسبة له باللبنان نحنا كتر خيره اللي عم نقدر ناخد هوا عم نتنفسه يعني اليوم نحنا ككوة سياسية كلها باللبنانية بتحترم بعدها ككل لما لقى حزب الله أنه ما بيقدر بقى يحكي بلغة الأمر شوف كيف طرى لبعض الأمور كان بالحكومة كان بالبيان الوزاري كان بالرئاسة الجمهورية وصارت الأمور مشت عادية لما بتتواضع بمطرح معين كل الأمور بتتحلح لما أنت بدك تعتبر حالك أنه نحنا يعني فئة تاني وفئة تالتي هوني عم بيصير في مشاكل وهون بتلاقي أنه بدي في ناس عم توقف بوجه من بعد الألفين وخمسة وطالع بطل قبل الألفين وخمسة بس نحنا أستاذ إبراهيم شهدنا يعني وتأملنا بالمرحلة الماضية خيرا على هذا الصعيد لما نسمعنا السيد حسن نصر الله ومن بعده السيد إبراهيم أمين السيد ببكركي وجهوا رسائل إيجابية نحو القوات اللبنانية يعني سيد حسن نصر الله بس لنذكر يعني قبل تشكيل الحكومة اعتبر القوات أن حزب أساسي موجود ومكون أساسي على الصحة اللبنانية يجب التعاطي معه وسيد إبراهيم أمين السيد قال رئيس الجمهورية بمون بحال كان فيه حوار بد يصير بين هالجانبين حديثك هلأ ينفي كل هذه الأمور لا 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 نحن شفت شو قلت لي أنت أن السيد حسن اعتبر القوات اللبنانية أنه يعني كتر خير اللي اعتبر نحن موجودين ما فيك تعتبر نحن موجودين نحن عمرنا سنين عندنا 15 ألف شهيد ما فيه ولا حزبي يمنننا أنه نحن موجودين أنا مثلي مثلك لبناني أنا عندي شعبية وعندي مناصرين هو اعتبر بالمعنى الإجابة أنه عم بيقول أنه نحن حزب الله منعترف القوات اللبنانية ونحن كمان نعترف أنه فيه فئة اسمه حزب الله وفيه عنده شريحة من اللبنانية اللي هي بتعتبر حزب التابع لقلو يعني نحن بنا نحترم بعضنا من الناد للناد نحن ما عم نعتبر أنه حزب الله منه موجود على السيحة نحن موجودين هو موجود بس ما بدي يتمنني إذا اعترفت فيه أنا موجود أبن عن جد يعني أنا كقوات اللبنانية عندي 15 ألف شهيد أنا ما بنترر لحد يمنني أو يعترف فيه أنا حالي بعترف بحالي طب ألا يمكن بهذا الموضوع أنه تطبق معادلة لأنه المواضيع الخلافية تنحط على جنب وينحكى بين القوات اللبنانية وحزب الله بالمواضيع اللي يمكن الاتفاق عليها يعني أقل له موضوع الشراكة موضوع المناصفة موضوع كل الأمور الداخلية اللي حلها هو في يد اللبنانيين بينما المواضيع الأخرى هناك من يقول أنه حلها منه بييد اللبنانيين وبالتالي اللي شون ضايع وقت عليها بمطرح معين لترجع جاء هو أكتر إنسان أنا برأيي متصالح مع نفسه بهذه الأمور نعم لو يوصل لاتفاق كمان ويعتنازل عن رئاسة الجمهورية مع العماد عون يعني زنمي أنا بقول قطع بالنسبة لي أنا الأشياء الدنيوية قطعها يعني صار أكتر من أنه بيقدر يتقبل أي شغلة يعني حوار مع حزب الله شي طبيعي بيصير هلأ بيصير في إذا بدك تبريد للأمور بس فيه أشياء أساسة وابت نحن ما بنقبل فيها مع حزب الله وفيهو يمكن عنده أشياء ما بيقبل فيها إذا إشياء لتتحلح الأمور الدنيوية طبعا اللبنانية أو يتمشي للحكومة عادة أكيد أكيد نحن اليوم بالحكومة وحزب الله بالحكومة يعني أكيد نتقبل كل العالم يعني ما هيكون في عندنا مشكلة إذا حزب الله إذا تحاول معنا بس ولكن فيه إشياء سوابة ما فيك تغيرها سؤال أخير بموضوع حزب الله هناك رأي يقول أن القوات اللبنانية بحال تخلت عن هذه اللهجة التصعيدية دائما ضد حزب الله تفقد كثيرا من قدرتها على الاستقطاب من قدرتها على الاستقطاب بالشارع وتحديدا بالشارع المسيحي يعني هل بتشوف هذا الموضوع صحيح يعني إذا اليوم صار في اتفاق بين القوات وحزب الله شو بيعود عند القوات اللبنانية تقولوا للمسيحيين حزب الله عفوا القوات اللبنانية بتفقد شعبيتها بالشارع لما بتتخلى عن السوابت مش عن الحوار الحوار موجود بين جازم يكون بين كل اللبنانية أما السوابت طبعا القوات اللبنانية لما بتتخلى عنها ببقى في عندها شعبية وكل شيء في سوابت لما بتضطروا يحكوا لهجة عالية بدوا يحكوا لهجة عالية ولما يضطروا يحكوا الحوار رح يحكوا حوار وكون على سئة الشارع القواتي بتفهم كتير الايادة قديشة هي حريصة على السوابت اللي رح كرمي لها ألاف الشهداء ما معقول نتنازل عنها يعني خلينا ننتقل من موضوع حزب الله إلى جولة سريعة على علاقة القوات اللبنانية بمختلف الأطراف بنبلش معك بالعلاقة مع الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب يعني من خلال التغريدات المتبادلة كان الدكتور جعجع يصف بصديقي الرئيس نبيه بري اليوم من بعد كل شي صار من بعد موقف القوات بالموضوع الرئاسي ووصولا إلى اليوم من موقف الوزارة المالية والخلاف اللي صار عليها هل بعده صديق بالمعنى الحقيقي إلى الكلمة برأيي الرئيس بري هو صديق كل اللبنانية يعني بش بس كقوات وبمطرح معين إذا بيصير في ندفة هايكي نجوز وخلافات على العلن لحتى تتزبط بعض الأمور مش معنيه تصار هو خصم أنا برأيي الأستاذ بري يعني هو أكيدي زلم يصال له عشرين خبس وعشرين سنة برأس مجس النواب وبعتقد يعني هو تعبان كمان بالجمهورية اللبنانية بس مش معنات أن احنا فينا نتنازل بمطرح معين عن أي شيء بخص اللبنانية أو القوات اللبنية أو المسيحية بالذات هو تحديدا أستاذ براهيم بموضوع الرئيس بري يمكن فيه يعني رأيين متناقضين عند أطراف مثل القوات ومثل غيرها من حول فاقة بتجمع 14 أدار لازم نسميه بعد 14 أدار يعني أيام نطلع ك14 أدار منوصف الرئيس بري أنه هو الناطق باسم حزب الله وإيام منطلع عليه يعني أوصاف ومننظر لأله بالطريقة مثل ما عم تتفضل هلأ يعني هاي كيف تتحدد على أي أساس لأنه رئيس بري مطارح معينة هو بياخد الملف طب حزب الله لا يقدر يمرقه بأي مطرح على الشارع اللبناني لأنه حزب الله بيكون مطرح بعمل بلوك على رئيس بري هو بيسره أو بيسره أو بيسيله بطبيعي بيكون فيه اتفاق داخلي بين بعضهم من هون بساعتها بيطلع القوة بتقول أنه الرئيس بري عم بحل حلة لأنه فعلا بيكون الملف هذا مجمد وشوية بفجأة سحر سيح اللي بيتسيسر مع الرئيس بري ننتقل على الحزب الاشتراكي اليوم كيف العلاقة وخاصة أنه هلأ الحزب الاشتراكي بالمرحلة الأولى من العهد الجديد يمكن الصوت الأعلى بيرفض بعض القرارات الحكومية وآخر اللي شفناه بهذا الأسبوع يعني نائب وليد جملات وصف القرارات الحكومية بالموضوع النفطي مثلا بأنه بشكل أو بآخر فساد والقوات اللبنانية ممثلة بثلاثة أو أربع وزراء بهذه الحكومة ما شفنا هالرد اللي كان متوقع على هذا الموضوع الوليد بايكو معادي يعني ما فيه هالخلاف نحن والحزب الاشتراكي وهو إنسان منتعطى معه سياسي وفيه بيناتنا يعني إذا مرات بيكون فيه زيارات وكذا أما بالنسبة للنفط بعد ما حل ولا يصير فيه لا سمح الله شي برات الطريق ولا شي مبارح مضوع على تقليعة إذا بدك المرسيم المرسيم طبعا النفط لهو مثل كأنك هلأ طلعت دورت السيارة بس بعد ما مشيت هلأ المشي بصير في عليا شوية بدي يكون في انتباه لما يصير فيه حوادث لماذا برأيك عم يعمل هذا الهجوم يعني أنا برأي بكر كتير لأنه هذا المرسيم هو لازم يصير يعني هذا بعدك بالتقليعة يعني بما خص المرسيم النفط يعني طمع بمضرح معين يعني حدثت كرجو الأعمال وبعدين بتتعطى بشكل أو بآخر بالموضوع النفط وإلى آخره يعني كيف هذه التقليعة تقلي أنه تقليعة شايفة رح توصل لنتيجة ولا يعني مثل ما كثير من الناس بيشوفوا أنه شي طبيع هتوصل لنتيجة أنه شي عار بس لا لا هتوصل لنتيجة بس كان بدى تنمضى المرسيم حتى يبلش وهلأ يستعرضوا للشرك اللي بدأت تبرم على النفط وبتستخرج النفط وبالنبيع هي بدى وقت هلأ هي شغلة بسيطة بس هي بعد هلأ ما في يعني مجرد ما أنت هلأ قلعت ومضايت وبلشت هلأ بلشت لازم الحكومة تصير شغلة وتصير هلأ الحكومة تبلش تبرم على شرك وتبلش بشنه هجوم على الحكومة على موضوع تحديدا إقرار المرسومين اللي لهم علاقة بالنفط وبالغاز حتى أنه نائب سامي الجميل قال كيف لحقوا هلوزراء خلال 48 ساعة يدرسوا الملف هلأ كيف لحقوا يعني هي حكومة ناشطة إذا كانت تعمل عدة ست سبعة شهر إذا بد أجله بعد بيتفله بعد ما عملت شيء بالعكس هذا شيء كثير إيجابي يعني لازم بالعكسر النائب الجميل يرحب بهذا الشيء وكونه هو معني بهذا الشيء وحزبه موجود على الساحة اللبنانية واليوم بس يستخرج النفط كل اللبنانية هيستفيدوا منه مش حزب معين أو شخص معين أو فاقة معينة كانت لازم كل العنام تأخر الموضوع من 2013 يعني مش 48 ساعة بس كان لازم كل العنام ترحب لأنه هذا خير لكل اللبنانية وكل اللبنان مهم ما يصير فيه برات الطريق شغل برات الطريق بس نوصل على طيار المستقبل طيار المستقبل اليوم جهة فاعلة تحديدا بزحلة على صعيد الشعب بالبقاء كله أكيد بس لأنه حضرتك من زحلة يعني عندهم كتلة ناخبة كبيرة اليوم من بعد التطورات السياسية الأخيرة ولسية ما تفاهم الطيار الوطن الحر والقوات اللبنانية يعني إذا بنوصف اليوم بهذه اللحظة العلاقة بين القوات والمستقبل كيف نوصفها أنا برأي أحسن ما بيكون هلأ علاقة كتير جيدة وعلاقة بين حتى بالشارع وبين المناصرين وعلى طاعد الإيادات علاقة كتير جيدة جدا يعني أنا ما بلاقي في مطرح معين مخروقة بمطرح يعني وبزحلة عم تحكي أنت كضاء زحلة بزحلة بزحلة يعني بيعطي أنه كتير سليمي جيدة جدا العلاقة بوصفها منتازة يعني ما فيه أي خرق بمطرح معين حتى بالموضوع اللي ترح بالانتخابات نيابية الأخيرة موضوع نقل النفوس والتجنيس وإلى آخره يعني هذا الموضوع ما عم ينطرح جديا بين بياناتكم نقل النفوس عم بيصير أنا برأي وين مكان حتى بغير مطرح بغير أحزاب عم بيصير بسهو بزحلة أخذ طابعة بيعتقد هلأ واقف أنا ما استقصينا عنه هذي كل مرة بطريقة معينة لسبب ما كانت واقفي ما فيها النقل المباشر ضغري ويرجع كله حسب بكرة لانون الانتخابي يعني في مناطق كلها هتنشير يعني حتى نقل والمنقل ما بيفيد بزحلة هلأ عكل حر رح نحكي أكتر عن انون الانتخابات بس رح نكمل الجولة على العلاقة بالقوى السياسية ونوصل على الموضوع الأبرز يشغل الرأي العام المسيحي خلال هذه السنة ونحن على مسافة أيام من الاحتفال بسنة على تفاهم معراب ب18 كانون الثاني خلينا نحكي بالأول بشكل عام يعني وين أثر تفاهم معراب برأي إبراهيم السقر على المشهد السياسي العام من رئاسة الجمهورية ووصولا إلى يلي عم نشهده اليوم على صعيد الإدارات واللي ممكن نشهده بالأيام اللي جاية أنا برأي 18 كانون هو كان نهار مبارك يعني لحتى ينتج رئيس جمهورية برجع حكومة وإلا هترجع تتفعل المؤسسات لو ما كان فيه عن جد إيد ممدودي وإيد خير ما كنت وصلت لهذه النتيجة وبرجع يعني بشدد وبرجع أنه في مطرح ب18 كانون كان فيه ترفع كثير من الحكيم أنه يعني يقدر يعمل هذه المبادرة والحكيم أنا أكد لك شغل أنه تعب كثير أنا على الحولاي والإيادات أنه شغلي ما تفكرها شغلي سهلي وهذا وعملت هذه النتيجة اللي هي مباركة يعني أنه اليوم صار فيه رئيس جمهورية بالبلد وصار فيه حكومة وصار فيه عندك مؤسسات بلجت تطلق عجلتها وبلجت صار فيه عامل وصار فيه سئة سئة خارجية باللبنان يعني هذا 18 كانون يعني ما أنه كان نهار مبارك أكيد أدى أثرت القوات اللبنانية بالموضوع الرئاسي نسبة إلى الأفريقاء الآخرين أنا برأي رأيه أنه هالموضوع بتحب أنه نطلق على بشكل أساسي أنا موضوع الرئاسي كتير بوقف عنده بتطلع أنه نحن وقفنا سنتين ونصمة في رئيس وقبل يعني أنت من أيام الشيخ بشير جميل الله يرحمه لمباريح كان بعدك عم تجيب الرئيس أو حتى الرئيس الجميل حتى من إجى إجى بطريقة على يعني كان حرب ومحرب من بعده صار يجي الرئيس ما يجي رئيس لبناني اليوم جاي رئيس لبناني مية بالمية يعني إجى عندك الرئيس لهريوي والرئيس الحوض وحتى الرئيس ليمان إجى باتفاق الدوحة الرئيس الوحيد اللي إجى لبناني مية بالمية هو الرئيس الحالي فأنا برأي الفضل الكبير هو أنا برأيي الشخصي الفضل الكبير هو للشارع للطيار الوطن الحر. يعني المناصرين طيار الوطن الحر. هذا كان لهم فضل كبير بالضغط وتنزلوا على الشارع بوصول الجنرال عون على الرئاسة. والفضل الثاني هو للدكتور جعجع واللقوات اللبنانية. مش طبيعي. لو ما كان فيه قلتلك تواضع وإذا بدك تنازل وإذا بدك كبريا يخي ما بتصبط يخي ما بتصبط. يعني اليوم واحد بيبقى بتشارعه وجاره بيضاله كل عشر سنين ما بيصالحه على سكرت الباب وفتحت الباب والمدخل سكرت لي وفتحت فمشروع مثل هذا وموضوع مثل هذا. لو ما الحكيم بالفعل كان عنده هالحكمة وهالسلام ومطراضي مع نفسه مية بالمية. ما بيقدر يوصل لها النتيجة اللي وصله. هلأ ضمن آخر قسم مرأة رسالة لجمهور طيار الوطن الحر مباشرة؟ أنه؟ أنه كان إله ندور و... إله ندور لوصل الجنرال. وليس وصلت أنا. لا بحقا. يعني... بس إنه اقرار بدور الشعب بهذا الموضوع. أنا عطول بحكي بشفافية وعطول بحكي بدم مسير حدا. وبذات الوقت بدم أجرح حدا. الطيار الوطن الحر عمل نتيجة كتير فعالي وناشحة. قبل الانتخابات. يعني بتحكي بـ 13-20 بحتيت. لما نزلوا على بعبدة. كانت شغلة كتير كتير روعة منهم. كان الفضل الكبير لقلهم. يعني ما حدا يقل لك لا حزب الله ولا رده على الإيران. كله هيدا مظبوط. كله لازم يكون موجود. بس الفضل الكبير هو للمناصرين. الطيار الوطن الحر اللي هو وصل زعيمهم على أسر الشعب. إذا بيت الشعب. يعني رئيس الجمهورية انطلق من حيسيتو. وبعد هنا أخذ دعم من الأفريقاء. بدءا بحزب الله من سنوات. ووصولا إلى القوات اللبنانية. بدءا من القوات اللبنانية. من بعد. عم نأكد من السنين. من السنين. بس اللي هي الفعالة والخطوة الأساسية هي الحكام والقوات اللبنانية. وإلا ما كانت بتعمل شيء. بس ولكن الضغط واللي أنا لقايته بالصدق عند الطيار المناصرين طيار الوطن الحر لزعيمهم. هيدا شغلي أنا بيحترمها. وبقدرها بوقف عندها كثير. هذه النقطة بالتحديد. ليش حزب الكتائب. لننتقل على آخر طرف الأطراف السياسية اللي رح نحكي عنها بهالجولة اللي عم نعملها. ليش حزب الكتائب ما عم بيشوف الموضوع. مثل ما حضرتك لخص طلنا ياه هلأ. قبل ما نحكي بالتفصيل عن السجال اللي صار بآخر يومين. يعني هلأ حزب الكتائب شايفه. حزب الكتائب حزب مقدم شهده كتير. يعني حرام ما حدا نحنا من. بس حزب الكتائب ما عنده هالشعبية الكبيرة لحتى بيشوف قد ما هو عنده. يعني ما علاقش حزب الكتائب. أنتوا أخذتوه أخذتوه نيهن. هلن هيك بيشوفه. لا لا. هو الكتائب. يعني القوات من راحب الكتائب. ما بدنا نحن نحن نقول الكتائب. وهذا شيء بيشرفه. بكل بيت فيه شهيد كتائبه. نحن ما بدنا. بس هلأ الايادة الكتائبية. إذا ما كانت اليوم قادرت تمشي وتتأقلم مع الايادات الباقية. بيصير شيء شغلة داخلية عندهم. أما الكتائب اللبنانية هي حزب عريق. وحزب إذا كان بدك الحقيقة هو حزب لبناني 101 بالمية. أكثر ما أنت بتتخيل. بس ما عنده هالجمهور بقى. وما عنده الوجود على الأرض. أنه عم بيعطوه حسطه عقد ما هو. مش معنيتها الغلطة من عند القوات. ولا من عند أي أحزاب باقي. هي الغلطة بيكون أنه هني عندهم. ما في كتائب كتائب موجودة أكثر ما حجمة. أنا وإياكم نعرفه. ما بدنا نعرض نكبر الأرقام. هني بيعتبروا أن القوات اللبنانية كان لها دور كتير كبير. بتحجيم وضعيتهم. أقل له سنحكي آخر شيء بالموضوع الحكومي. طلع كتير حكي أن الدكتور جعجع كان ما بده كتائب بالحكومي. وآخر شيء حقق يلي بده إياه. الحكومي بلا كتائب. بوقت الحكومي ستبقى كافية ثلاث وزراء كتائبيين بالتقليعة. بتصدقني إذا بل لك أن الدكتور جعجع كان أول واحد بده هالشيء. عايب نحكي. بده يمثل كتائب. كتير طبيعي. عايب نحكي هذا الكلام. يعني ما عنده هذه الموضيع سكره على هذا وفتحه. كل واحد عم يعطيه. يعني شو يعطيه. كل واحد الكوة السياسية عم تعطيه أدحجمه. أنه الكتائب اللبناني هي الأدحجمه. اللي كان باللبنان والذي كان بزحلي والذي كان بكل المناطق. ولكن لا فيك تلغيها لصمح الله. ولا حدا ما حدا بيقبل يلغي حدا. ولا حدا بيتمنى يلغي حدا. بس ولكن ما حدا يعني يكبر حاله أكتر ما هو ما حجمه. يعني هلأت حجمه. هلأت نحن حجمنا حد قد طيار الوطني حر حجمه. المسيحيين معروفين هنه وين هلأ موجودين. ومعروفين دينتهم وين حطينا وين عم يسمعوا. ومعروفين مكانة الدكتور جعجع عند المسيحيين هلأ وين. بس هو أستاذ إبراهيم مين بيحدد الأحجام. يعني هنه عم بيقولوا أنه مش الدكتور جعجع بيحدد حجم الكتاب. وشي طبيعي. أكيد مش الدكتور جعجع بيحدد. كل واحد بيحدد حجمه بحاله. الشارع اللي بيحدد الأحجام. المناصرين هي على الأرض. مين عنده حسب الانتساب حسب المناطق. يمكن هنه بعده على أساس الكتال نيابية. خمس نواب بثمان نواب. عم بحكي بحسب منطق الكتاب. أنا ولأ مرة بأسمح لنفسي أقول أنه اتخذ نواب بالألفين وتسعة مثل ما بده يتأخذ بالألفين وسبتعاش. هو المفروض تتأخذ كانت بالألفين وثلاثة عشر. صح. نقول هلأ أنه نحن أخذنا خمسة. ونحن تمينة. تعرف أنت الوضع لألفين وتسعة. وتعرف لألفين وخمسة كيف اتخذت النواب. كان الحكيم بالحبس. وكان بعد ما طلع من الحبس. بالألفين وخمسة. بالألفين وتسعة كيف انعملت التكتلات. وكيف صار كل واحد. وبرضه ما قدروا جيبوا أكتر من خمس نواب. لأنه نحن من كلهم كله احترام. ما لدخلي هايدي. هلأ يا أخي بالألفين وسبتعاش. بدنا نحكي بعد الفاصل عن هالموضوع أكتر. عن موضوع الانتخابات. وتحديدا بدنا نخصص الاسم الثاني كله لزحلة. بس بدنا نختم الجزء الأول بعد بسؤال عن موضوع الكتائب. بدنا نحكي أكيد عن السجال اللي صار بآخر يومين. لاش صار ولاش وقف. وشو اللي بيمنع أو بيسمح أنه يتكرر هالشيء بالمستقبل. أنا بحب مقولي قال الحكيم بالزمان. الكتائب والقوات مثل المرأ والرجال. بيتشارع ونتفي هاي دي شيء لغرض هذا شيء. وآخر شيء بس مجبورين يعيشوا تحت سقف واحد. يعني بيصير فيه مناقرات شوي بالبايد. بتعرف أنت البين المرأ والرجال بيضل فيه مناقرات. ولكن هاي الحكيمة أنا مش أنا يعني. اخ جيء مجبورين يعيشوا تحت سقف واحد. فالكتائب والقوات هاي دي هي. قد ما يتنقروا مع بعضون. هني خندق واحد. وهني وصدقني. وأنا عم بحكيك. وأنا عم بساير. أنا معروف أني ما بساير. صدقني بين الكتائب والقوات. فيه نضال أكبر بكتير من هاي الخلافات الصغيرة. وفيه شهدة. وفيه خنادق عشوة مع بعضهم تحت الأصف الصوري. فما بتنسى بموضوع صغير مثل هاي دي تفايته. خصوصا ببعض المناصرين اللي بيصيروا يتهجنوا بالشخصة على التواصل. أسهي أستاذ إبراهيم هالمرة مش قصة مناصرين. يعني صارت على مستوى مسؤولين. نحكى بعد القصة. وصار رد على لسان مسؤول. أنا أتمنى على طولي يصير الرد بالسياسي. ما يصير الرد بالشخصي. هو الرد بالشخصي بتضعف الإنسان. ما بتكبره. من شان هكذا. ومشو رأيك بالموضوع. يعني أن الردود تاخد بمحل معين. منح العودة إلى الماضي. والتسكير بملفات من أيام الحرب. هيدا بتفيد بسيطة أثناء. هيدا اللي بدي أقول لك. يعني اللي عم بيرجع لهيدا الحديث هيدا. هيدا بيكون ما عنده شي بجعبته يقوصه. بصير يرجع للأشيز طيفه وصغيره وبيخه. بين الكتاب والقوات اللبنانية. في نضال. في شهده. ما ممكن تقتصر على بعض المشاكل الصغيرة. ونحن مجبورين نعيش تحت سقف واحد. ومجبورين يعني. ما بدي أقول لك. الناصر أخاك إن كان ظالما أو مظلوما. فهيدا الكتاب هيدا خيه. خيه بالإنسانية. خيه بالمسيح. ما بقدر أنا أوصل لمطرح. أقدر أني حاربوا أكتر من أنه نتشارع. أو إذا بدك نبهوا بمطرح معين. أو هو ينبهني إذا أنا غلطان. بس هيدا حجمها الأدرس. رح نكمل بالظالم والمظلوم. بلن نحكي أكتر من رح يظلم مين بزحلة. هلأ في انتخابات نيابية صارت قريبة. بس بنا نتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع. مشاهدينا فاصل ونعود مع الأستاذ إبراهيم السائر ضمن حوار اليوم. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من جديد بهذه الحلقة من حوار اليوم. يلي عم نحيور فيها ضيفنا الأستاذ إبراهيم السائر. الناشط السياسي والحزبة بالقوات اللبنانية. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا فيك من جديد بالأو تي في. أهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي قبل الفاصل بموضوع القوات والكتائب. ويلي عم بيصير بيناتهم. وقلنا بدنا نسأل بعض الفاصل مين رح يظلم مين بالانتخابات النيابية اللي يلي جاية. خلينا نحكي عن زحلة تحديدا. نعم. الحزب الكتائب عنده على المقعد المرشح المفترض هو النائب الحالي إليه مرونة. ومن القوات اللبنانية في حضرتك من أبرز الأسماء المطروحة إن لم يكن المطروح الوحيد من جانب القوات اللبنانية. مين رح يترشح آخر شيء؟ هلو بكير بعد للتقسيمات. إذا افترضنا أنه فيه تحالف بين القوات والكتائب. إن شاء الله بيكون فيه تحالف بين الكتائب والقوات أكيدة. وقلت لك أنا مرشح للقوات اللبنانية بزحلة عن المقعد المرونة. وفي الكتائب عندهم مرشح المفترض يكون إليه. والطيار الوطني الحر عندهم كمان استيس سليم عون. وكل الكوات السياسية عندهم مرشحين. عن هذا المقعد المرونة. أنت حسمتوها كقوات أنه أنت بحال بدي يكون عنده المرشح رح تكون حدثك. المفروض أنا أكون المرشح. يعني حسمت بشكل رسمي. نالله. بلغوك إياها. لا أنا عطول بحط ترشيحي بإيد الحكيم. نعم. يعني هذه الإيادة هي بتقرر إذا أنا أم لا غيري. بس أنا المفروض أكون المرشح للمعهد المرونة. وهذا الترشيح الحكيم هو بيكفي فيه أو ما بيكفي فيه. يعني الحكيم بيقول خيامنا نعطي المعهد المرونة للكتائب أو للا. وأنا بلتزم بالإيادة الحزبية. شو بتقول يعني أنا ما عندي مشكلة بهذه. متصالح مع نفسي وبألف خير. بس ولكن إذا بكرة قالوا الكتائب وكنا إحنا حلافة. أنا هروح أشتغل للشخص اللي بيكون مرادة. لكل اللي حل للسبع نواب حتى لو لأي شخص بتقايدوا الإيادات. أنا كان صاير قصة. لا لا ما فيه. شو صاير بزحلي يعني. آخر شي صار الحديث مؤقرا آخر أسبوعين. أنه في مشكل كبير بين إبراهيم السقر وبين نائب ألي مرونة. لا لا ما فيه. شو تفاصيله. لا لا أنا كنت محبب بإضطرق لأله بس. وما أنه مشكل شخصي. ما فيه. أنا رديت على شي هو قاله إليه. هو رد عليه. نحنا آخر شي جيران وأهل وما فيه مشكل. أقبلوا الواحد كيف ما هو. ما بقى حدا يفحص دم حدا. وما بقى حدا يعطي نظريات على حدا. وما بقى حدا يحكي بالشخصي عن حدا. شامس طالعوا والناس قاشعوا. كلنا بنعرف بعضنا ونحنا زحاني. ونعرف كل واحد بيعرف عند التاني شوفيه. فما بدنا نعود نحن هلأ بهذا الموضوع. أنا ما بحب يحكي عن هذا الموضوع كليا. وكون على سئة وهي أقسموا بالله. يعني لو شو ما كانت النتائج بيجي إليه بقايدوني إليه. حط رشيحك الشخصي على جنب. اليوم إذا بكتحكي كحدة من بره المقعد المروني بزحلي اليوم. برأيك لم يلزم يروح لأي حزب؟ للقوات اللبنانية. شو السبب؟ أنا برأيي كمان 80% من موارنة زحلي هن قوات لبنانية. والمفروض هذا مععد مروني. ومععد مروني زحلاوي لبناني. والروم الكاتوليك أكتريتهم من أي توجه سياسي؟ هي زحلي قوات لبنانية. هنخدهم دكمة كلهم سوا. إذا بنا نحكي بالروم الكاتوليكي ممكن حدا يقل لك أن الكواتلة هن مع الكتلة الشعبية. يجب أن يكون ست ميريامس كافية نايبة؟ مفروض تكون نايبة. إذا كان عندها هي القدرة تكون نايبة. مفروض تكون نايبة. يش طبيعي. ومفروض تكون لديهم رئيس اللايحة كاتوليكة. أما زحلي هي قوات لبنانية. يعني ما بدنا نقعد نسير بعضنا. أنا على الطاولة عندك هون قلتها قبل بمرة. زحلة محسومة قوات لبنانية. الآن الحلفة بزحلة إلن حصص. طبيعي سيأخذوا قد حجمهم. وطبيعي القوات ستأخذ قد حجمة بزحلة. سيد براهيم لو بدأ قطعك. بس زحلة 80% قوات لبنانية. 80% من موارنة زحلة قوات لبنانية. لا أخذت الطوايف كلها بزحلة. هي الأكترية قوات لبنانية. أنا ما عم قلت لك أنه ما فيه هناك كتل كبير للقوات اللبنانية بزحلة. بس عم بحكي شوية بالأرقام. يعني لو كان هذا الشيء اللي عم تتفضل فيه صحيح. كانت القوات اللبنانية بالانتخابات البلدية الأخيرة شكلت اللي استكلها من قواتيين. وربحت. لماذا دخلت بهذا التحالف. وخصومة أخذوا أرقام لا يستهن بها أيضا. الانتخابات البلدية أنا كنت بصلبة. نعم. والحكيم كثير كثير كثير. عطى كل واحد حقه وحب يتمسك. ونحن كنا أقل شيء أخذين. وبرضو شفت نحن كيف تعطينا وجبنا البلدية 21 سفر. يعني في مطارح صار في تشطيب لحتى طيار الوطن الحر أخذ تدوليست هو بتعتبره. لأنه الشيعي بزحلة شطى بالقوات وعطى طيار الوطن الحر. مش يعني مناية الطيار الوطن الحر هو أقوى بزحلة لأنه أخذ تدوليست. أما القوات اللبنانية موجودة على الأرض. وهي بتعرف شو حجمها وتعرف كم نايب إليها بزحلة بال2009. وعطول تذكر شغلي. بال2009 يقال أنه الليست ربحت من وراء كان في تحالف مع الفتوش. وكان في صوت الوازن لطيار المستقبل. لا يا سيزا ما بسمح لك. تلخزني يعني بيت فتوش يجو نواب من ورانا نحن. وهلأ ما بيقدر يعني مختار. عم بيحكي أنه كان في تحالف كبير. ما قالوا حجم بيتفتوش بزحلة. ما قالوا شيء بزحلة. ما قالوا شيء بالبلدية. ما قالوا شيء بالبلدية ما عملوا مختار بيتفتوش. بس رقم الأصوات أستاذ إبراهيم. يا خي هاوز ست سبع تلاف هاودي. الحمد لله أنه عنا عم جنسين بيقدروا يدفعونه النصاري. وعننا السوريين اللي إجوا جنسوهم بزحلة اللي إجوا صوتوا. ما هاو ما صوتوا لكم بال2009؟ ممنوع صوتوا لنا بال2009 لأنه هاودي أصلاً الكتل كانت يعني ما علاج فيه فئة بيصوتوا بزحلة بيقبضوا مصاري. هي المصاري هي اللي عم تشتغل. أما القوات اللبنانية حزب فقير بيزحلة بكل لبناني. هذا اللي نزل صوت نزل صوت لأنه في عنده شهدة. من هون أنت بتعرف أنه نحن بزحلة حجمنا عدرنا نسبة حالنا أنه لتخزني. أستاذ إبراهيم نحن عم نشوف بالخلفية الشاشة هذه المشاهد من تشيع الممثل اللبنان إسليمان الباشا بشوف. الله يرحمه وكل كبار لبنان يرفعوا اسمه عالي بالمجال السقافي وبمختلف المجالات الأخرى. منتابع معك حوارنا. كنا عم نحكي عن موضوع الأحجام بزحلة. فحجمنا معروف نحن قديش ونحن لما نتواضع ونحكي بهذا الأحجام لحتى نحن حلفا مع كل اللي بحب يمد يده لألنا بزحلة وبرات زحلة. لذلك ما بدنا نقعد نحن أنه لحدا عطانا ولا نحن عطينا كل العالم وكتر خير العالم اللي هي الشعب الزحلة وهو العميعة للقوات اللبنانية. أي أنون انتخاب اليوم بالنسبة لألك هو الأمثل لتمثيل أبناء زحلة بشكل صحيح من بين كل هالمشاريع اللي عم تنطرح شمال يمين؟ أنا أي أنون انتخابي بمثل 64 نايب مناصفي بين المسلمين والمسيحيين هو هذا أحسن أنون بيحترمه. لازم كل اللبنانية تحترمه لأنه هذا بنصي علي الطايف. يعني أنا إلي حق أخذ 64 نايب مجلس النواب. فأي أنون بيجي يعني مش معناه أن احنا مكون عم نزعج غيرنا أو عم نلغي غيرنا. هذا الأنون بمثل كل اللبنان. بس بزحلة تحديدا قضاء زحلة يعني الدائرة الفردية الوان مان وان فوت وان مان مالتبول. يعني كل هالمشاريع اللي عم تنطرح النسبية الكاملة النسبية مع الأكتر بأنون مختلط. يعني المختلط نسبة الأكتر المختلط هو الأنسب اليوم بتقدر توصل لنتيجة حلوة بزحلة وبرات زحلة. بس ولكن بزحلة نحنا محسوم أمرنا على الأرض وبرجع بللك نحنا منرحب بكل العالم بس ما حدا بيقدر يلغينا بمطرح معين. بحال عصيرة المحسوم نحن نفترد بحال صار تحالف بين ألفة توش وقال سكيف وصار شي مشكلة عم نفترد نحنا هلأ مع طيار المستقبل. إذا تحالف هؤلاء أطراف الثلاثة وقسنا الأصوات على أساس الانتخابات البلدية. نعم. قداش بتكون الوضعية محسومة حتى بمواجهة التحالف بين القوات اللبنانية والطيار الوطن الحر والكتائب. يعني أنا برأيي إذا كان فيه قانون انتخابي بمثل الشعب المسيحي مظبوط ما بيشكل خطر لأنه الزحلاوي هو نفسه قوات لبنانية. نعم. هلأ في معنى حلفة بتقول لي أنت الطيار الوطن الحر والكتائب هيدا بيكون شيء كتير من ممتياز يعني. فما بيقدر أحد يقف بوجنا أكيد. بنظرك التحالف الأمثل للفوز بمقاعد زحلي كلها كيف يكون؟ يعني مين لازم يبقى بره ومين لازم يفوت؟ أنا برأيي الكتائب أكيد معنا. طيار الوطن الحر أكيد معنا. الكتل الشعبية. والكتل الشعبية لازم يكونوا معنا إذا هني بدهم شغلي شيء طبيعي هيدا. هلأ. الطيار المستقبل أكيد معنا. فهو هني بعتقد. يظل فيه الفاتوش. أنا برأيي ما نقوله ما لون وجود بزحلة. يعني ما حجم هلقد يعني ما حدا يقربحني جميلي بزحلة. ما أنا بعرفه أنه حلي وناسب يعني. أنا بعرف زحلة بيت وبيت. يعني نحنا جبناه بالألفين وتسعة لنقوله فاتوش. رجع بعد جمعتين ثلاثة يقلب علينا. وما في يعني بيت الهريوي ما قاله ندور بقى بزحلة. حزب الله ما قاله دور. جميل السيد ما قاله دور. يعني عم بسمع لك يهن واحد واحد تقريبا. ولكن نحنا إيدنا ممضودي للكل. اللي بيكون معنا هو الربحان. نحنا وإذا نحنا كنا معه. نحنا بكون ربحنا أنه فيه تحلفات ما فيه مشاكل بزحلة. اليوم موضوع النسحين بقضاء زحلة. كيف عم بتم التعاطي معه؟ هل بعده عم يسبب مخاطر أمنية؟ هل تم ضبط الوضع؟ آخر شيء هالموضوع كله لوين؟ بزحلة في كتير من نسحين. عم تحكي بالسهل. نعم. يعني مطرح ما أنا ساكن. هي بوابة زحلة ميلة السهل. يعني أنا ساكن بمطرح. مش بقلب زحلة. هي كضاء. هي إذا بدك أمر أراضي بعد أرض زحلة. بس ولكن هي بوابة زحلة ميلة السهل. هي كلها نسحين صارت هلأ. يعني شيء خطر كتير كبير. إنه لو ما في جيش ومنشكر الجيش وكل الأمنية. كانت شغلة قصة كبيرة كتير. وخصوصا بالليالة وخصوصا بأيام السعى والبرد. يعني بتلايينه بيطلعوا من الخيام توبير على كبيرة. فلو ما في جيش والجيش شغلة كتير مهمة. عم يعمله أنه كل فترة عم بيديهم هالمخيمات. وعم بيأخذ منهم بعض الناس. مش عم يطلع فيهم إرهابية. عم يطلع منهم هيدا كاسر وراءه. هيدا عنده شيء مشكلة خاصة هيدا كذا. بس عم يديب بالرعب فيهن. وهي شغلة كتير مهمة يعني بيزحلة. نحكى من فترة عن مشاريع ببعض المناطق أراضي. عم تتأخذ أو عم تتحضر. لحتى لا يتم إنشاء عليها يمكن مخيمات سابتة أو تحضيرا لتوطين بين هلالين معين للنازحين. انت شفت أن هذه الطروحات هي طروحات ملموسة. أم أنه شعرات لتخويف الناس فقط. بحتيت البلدية بزحلة جديدة عم تشتغل على هذا الأسياس. يطلعوهم تقريبا عحدود الليطانة. يعملونهم مثل مخيم كبير ويقعدوهم فيه. ويطلعوهم من الإحياة ومن أراضي زحلة. بس بعد ما شفتها على الأرض وكله حكي. إن شاء الله تتوجهوا فيها لهذه الدم. لأنه بحاجة إلى الأمن نحن كتير. بحاجة ليكون في دولة تردعو الزعران. لحتى المستثمر ورجل الأعمال والسياسة والطالب المدرسة. كلهم يعيشوا بسلام بدون ما يكون فيه عندنا مشاكل يومية بهذا المضيع. كيف الوضع على الحدود؟ أنا برأيي مضبوط على الحدود فلتين. على الحدود الشمالي فلتين. الحدود اللي قريب مننا نحن يعني بعتقد مضبوط على ميلة الشيم. بس على ميلة هونيكي قديش بيفوت زعران ومسلحين وبيفلوا وبيجوا. طبيعي بعضه فلتين كتير لحدود. وما فيه أمن يعني. يعني بقع الشمالي كله ما فيه أمن. حتى بقع الأوسط عندنا ما فيه أمن. وبقع الغربي ما فيه أمن. هذا كله بده أمن. بده الجيش يضبط الحدود. الحكومة بده تأخذ قرار وتسكر هذا الحدود. بلاقيك الجيش مأثر يعني. ولا لأنه فيه كان غياب بالقرار السياسي. لا لا لأنه فيه قرار من حزب الله. يضل الحدود الشمالي المفتوح. ساعتها شو اللي يضبط الحدود. عم تقولي من ميلة الشيم مضبوطة. لا لا ميلة الشيم. يعني أنت اليوم فيه عندهم الميلة القصير. وميلة القاع وميلة هذي. بيضل يعني فيه مسلحين بتفوت. وتطلع تاب على حزب الله. ليس تاب على حدا. فهذه الحدود إذا تسكر. هلأ هي طبيعي. هلأ بده قرار حكومي وقرار الدولة اللبنانية. لأنه بده يرجع مؤقتين حزب الله على لبنان. ويتسكر الحدود. هذا دي ما بعرف. هلأ قديش القرار. ما تقدر الحكومي يتاخده. ولكن الأصول أن تتاخذ هذا القرار. لحتى يتسكر الحدود. وعم بيقولي هلأ حتى حيفتحوا. ويرجعوا الأمانة تبع جوسي. هلأ هيروها عما روها. بعد يرجعوا يفتحوا. بيصير في المواطنين فيها على سوريا. من مالية جوسي. اللي كانت قابل للحرب موجودة. نعم. نتقل معك شوية إلى موراء الحدود. نعم. أتيتك عن الحدود. وعن إذا مضبوطها أو لأها. اليوم كل الأحداث اللي عم بتصير بسوريا. يعني عم نشوف اليوم. إذا بنا نحكي الأمور المتمهية. أنه النظام السوري مدعوما من إيران ومن روسيا. ومن حزب الله طبعا. عم يرجع يبسط سيطرته بشكل أو بآخر. على عكس التوقعات. حتى نحكي القوات اللبنانية كانت متوقعة غير هيك. وبعدها بتتمنى غير هيك. بتتمنى غير هيك. بس التوقع غير التمني صاير. لا. النظام مش هو اللي عم يبسط سيطرته. اللي عم يبسط سيطرته هي إيران وصورة روسيا. النظام صار شكلة. ما بقى حاكم إلا الأسر اللي قاعد فيه بالشهر الأسيد. يعني ما حدا يكبر له حجمه أكتر من هيك. لأنه بمطرح معين هي إيران وما تمثل إيران. وروسيا هي اللي عم بيخودوا المعركة بسوريا. لأن الجيش السوري الجيش الوطني السوري تعيب. خلاص. ما عايش فيه جيش السوري. تفك فك. هلأ بتلاقي أنت بمطارح معينة أخذوا حليب. أخذوا حليب. على شو أخذوا حليب؟ أخذوا حليب على الشهدة. على الإتلة اللي أتلوها بحليب. يعني ما تفكر أخذوا حليب. دمروها لحليب. أخذوا اللي أدمر حليب هو الطيران الروسي والطيران الإيراني. بس آخر شيء أستاذ إبراهيم. لو السؤال ما أعرف إذا مكرر بشكل أو بآخر. أنه آخر شيء. بين النظام السوري وروسيا وإيران. اللي عم تقولوا أنه هن اللي انتصروا بش نظام السوري. وبين داعش. يلي شفنا. ما في لزوم بقى نحكي عن ارتكاباته. وآخرها بإسطنبول. يلي العملية اللي روحت شهداء لبنانيين أيضا من ضمنها. يعني آخر شيء. لبنان وولاد زحلة تحديدا. أبناء زحلة. شو كانوا بفضله؟ أنا وولاد زحلة برأيي منفضل. وأنا بفضل. ولوهيت بتفضل. إنه لو بيكون بلا النظام السوري ولا داعش. يكون في دولة سورية دموقراطية. وأكيد يكون في مئدر مين فيها يحكمها وتتعمر. ويصير فيها جيش سوري يحكم سوريا. بس واقعيا. خلين نحكي بالواقع. بالواقع. هني ما بدون بطرح معين. يعني ما بدون بيت الأسيد يفلوا من سوريا إلا يام دمرة. يا إما بدون يضلوا فيها. ما بيقدروا يضلوا فيها بعد من بعد كل هال. في مليون قتيل بسوريا صار. يعني بين مفقودين وبين قتلة وبين صار فيه. مين بيتحمل مسؤوليتهم هذي. اعتبر بدي أزي سلمك جدل وقلك إنه بشار الأسيد صار شرعي. طيب برأيك أنت لما رئيس جمهورية بيروح عنده مليون قتيل. بتعتبروا بعضه شرعي هيدا؟ يعني سوريا بالكابنة تحتية. بتعرف أنا مني زعلين يعني أنه بمطرح معين أنا زعلين على الشهدة اللي عم تروحوا على القتل أو عنهم. طبعا كلنا زعلين على شهدة. بس أنا مني زعلين إذا تدمر النظام السوري أو إذا تدمرت البناء التحتية. لأنه دمروا لبنان هني من سنة الخمسة وسبعين. وقلنا عليهم داين كتير. ما عليش إذا هني يدوقوا نتفي من اللي يدوقونا إياه. وبعدنا لليوم أنا نحنا عنا مفقودين بالسجون السورية. نحنا يروحوا يشوفوا يسكروا هذا الملف. قبل ما نعتبر نحنا إذا النظام السوري حقه يضل بسوريا أو لا. في مفقودين في عندك بترس خواند في عندك الرهبين بير شرفين وزميله. في عندك عدة مفقودين بسوريا بعدهم لليوم. ما نعرف شو ما صيرهم. إذا هني ميتين ولا طيبين. وأنا بشك وإن شاء الله يكونوا طيبين. بس عند النظام السوري ما في شي طيب. لأن الطيب ميت والميت ميت. هيدا طبعا ما حدا بينكرهم هؤلاء عم تتفضل فيهم. بس اليوم السؤال بالواقع. اليوم سنة 2017. في خيارين بسوريا. ما في خيار الدولة اللي تتحكي عنه وعم تتمنها. فيه يا أما داعش. يا أما النظام السوري وحلفائه. إذا بدي أفترض أنه سيء وأسوأ. ماذا يجب أن نخضر؟ أنا بفترض أنه سيء وأسوأ. ما أبشع منفخر إلى الآخر. صدقني يا أستاذ. أتفكر داعش بتبعد كثير عن النظام السوري. أدوات داعش هي النظام السوري. واللي عملت داعش هي النظام السوري. وسجون السورية. لما طلعوا هالمساجين المحكمين عادين. داعش صهرة صارت عالمية. صهرة عالمية. لأنها كبرت. موصل النظام السوري على نيس وعلى برلين. لأنها كبرت. يعني أنت مثل ما أنت تغزني عندك حي صغيري. بتربيها بالبيت. بعد عشرين سنة بتطعصك. هي شيء طبيعي. لأنها كبرت وطلعت برات بيتك. وصارت طعص. أما بس مين رباها لهذه الحية؟ اللي رباها هو النظام السوري. والسجون بسوريا. يعني من عدرة لسيدناية. منعرفهم لفرع فلسطين. منعرف بالضبط كيف يربوا. وكيف تغريب طلعوهن ببراءة. معك بعد ثلاثين سنة. كانوا محكمين من أيام الأخوان المسلمين. وبرجع بذكرك أنا. أنه حلب اللي صار فيها مبارح. هي صارت بالوحدة واثمانين. بالاثنين واثمانين بحمى. بس ما كان فيها الإعلام يقدر يفرجيك. بس حمى نفس حلب. حمى دمرت على روس السوريين. وتأتل كل أهل حمى. ورجع حافظ الأسيد. حكم سوريا من بعد حمى. ولمبارح ظلوا أن العميد بالجيش السوري. لما يوصل لرتبة عميد. مثل العميد بالجيش السوري المسيحي. لما يوصل لرتبة عميد. يجب أن يتقعد. لا يجب أن يكفي. إذا كان حموة وإذا كان مسيحي. اليوم أستاذ إبراهيم. القوات اللبنانية جزء من حكومة. وجزء من دواء. مكون من مكونات الدولة اللبنانية والشعب اللبناني. رئيس الدولة اللبنانية حاليا العميد ميشيل عون. وقبله حتى الآخرين. كان عندهم علاقة مش شخصية. علاقة الدولة مع النظام السوري. الرئيس عون اليوم استقبل موفد من قبل الرئيس بشار الأسد. مفت الجمهورية العربية السورية. المفتح السون. زار قصر بعبدة. ومش بس قصر بعبدة. زار أيضا صارح البطرياركي ببكركي. اللي عم تتفضل فيه يتناقض مع موقف رأس الدولة. وموقف رأس الكنيسة في آن المعان. الرئيس الجمهورية كرئيس الجمهورية مجبور يستقبل كل العالم. أنا هذا رأيي. ما ببريه إذا ما استقبل المفتح السون. أما المفتح السون لما بيزور بكركي. أنا برأيي كان سيدنا البطرق مع احترامنا الشديد لإله. أنه كان لازم يسألوا عن المفؤودين اللبنانية بسوريا. أنه وينني يجيبهم معك. لحتى نعملهم. نحنا كنا مهرجين كلنا هانة للمفتح السون. وخصوصا القوات كانت عملت لأول مهرجين لما بيجيب لك هالمفؤودين اللي قللهم سنين تركين عيالهم. ما عليش أنا بعرف شوية عن المعتقلات السورية. ونحنا رحنا عليها. وبعرف قديش هي صعبة. فما حدا بيقدر نحكي على جروح. يا محلة الميت عند العيش بسوريا. فأنا برأيي بدل ما كانوا يستقبلوا المفتح السون. لو ندفي. ذكروا أنه فيه معتقلين. ويذكروا أنه كمان عنده سفير هاني عم يدخل بالشؤون الدخلية اللبنانية. أنه يحجموه شوية. كان برأيي أحسر. بس وين عم يدخل السفير؟ أنا ما نبي موقع الدفاع عن سوريا. بس مع الكوة السياسية لمصلحة جميع 8 أدار. يعني السفير السوري. أنت بتبريه باللبنان. شفت السفير السوري لو باللبنان قدرين يرجعوا يخربطوا الوضع اللبناني. ويصير تفجيرات مثل ما عملوا مع أيام ميشيل سميحة ويفجروا لك. ويقتلوا هؤلاء الشهداء 14 أدار. مين قتلهم؟ قتلوا النظام السوري. نظام السوري وحولة فيه. هذا رأي بالسياسة. هذا رأي بالشخص والسياسة. ما فيه قرارات قضائية؟ خي مين قتل رفيق الحريري؟ ما طبيعي؟ طلعت المحكم الدولية دانت النظام السوري. بالأسامة. مين قتل شهداء 14 أدار؟ مين حاول قتل؟ هذه الأدارات التهمية. مين علي المملوك اللي بعت ميشيل سميحة ومشار الأسد اللي يفجروا اللبنانية ويفجروا البطرق ويفجروا المفتي؟ من أني هذي؟ بس أستاذ إبراهيم. المحكم العسكرية خي يبدلتهم؟ كل جريمة من هالجرائم. مية بالمية. فيه احتمالين. ممكن يكون النظام السوري. وممكن يكون حدا هدفه أن يتهم النظام السوري. يخيل محكم العسكرية دانت النظام السوري. مش أنا. محكم العسكرية دانت زعرانات النظام السوري. وكل السلاح وكل المتفجرات اللي عم تجي بسيارات النظام السوري اللي هن هيئة دبلوماسية طبعا الصفارة عم يفوتوها على لبنان. لأنه وافية تتفتش على الإحدود. يعني ما ببري أنا النظام السوري وحلفاء وبمطرح معين إذا سندوه بأي مشكلة بتصير أمنية بلبنان. ولو ما الجيش اللبناني بالفعل وربنا هايك حاطت إيده باللبنان لأنه لبنان أرض وقف. ما حدا في لاي. ولو ما يعني فعلا فيه مطرح العين السهراني على لبنان. كانت أنت لبنان في دخل بحرب سورية. وهن كانوا هلي بيتمنوا أول ما بلشوا. إذا بطلق خييت تفجيرين الجامعين بطرابلوس. مين اللي عملهم؟ النظام السوري. أسدل و54 شهية. اللي عم تقوله ممكن يكون فيه جزء كبير منه صحيح. ولكن إذا فيه عملية وحدة تهم فيها قضائيا النظام السوري وحلفائه. فيه عشرات العملية. نحكم نظام السوري. نحكم 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 نظام السوري وحلفائه بهذا الموضوع. بالمقابل فيه عشرات العمليات الأخرى اللي عم يطلع فيها أحكام كل يوم. وعلى كترتها يمكن ما عم نلحق له. يلقي عم تتهم فيها جماعات إرهابية وكل يوم بتسمية جديدة. هاودي بيطلعوا أفراد. يعني ليش بدأ نفطرت دايما. يعني أنا برأيي. من رئيس بشار الأسد وعلي المملوك والسفير السوري في لبنان هو ينفذ. ينقي أشخاص السفير السوري ينفذون. هو شخصيا؟ لو في دولة لبنانية بالفعل تحترم نفسها تلقط السفير السوري بتكبه برات لحدود. شو الدليل استثمت؟ أنت مينك لا تجي تفجرني ببيتي أنا؟ أنت مينك يا خيري؟ كتير خطير. هذا كلام واحد. السفير السوري عاملوا السفارة هاني عنده إياها مقر للنظام السوري في لبنان. شو عامل الفكرة السفارة اللي ما ترفي فيها الدولة؟ السفارة السورية في لبنان هي مقر للنظام السوري. شفناهم بس نهارا اللي إجوا صوتوا وقت الانتخابات بشار الأسد وجو الطرقات كلها. بس ما بتشوف السفارة؟ شو عاملوا السوريين في ترفي لبنان؟ لأن الكلام اللي بتحكي عن الاتهامات ما في دليل على أتهم سياسي. مشيل اسميحة اللي قالها يا خيي. مشيل اسميحة طلي على الإعلام وقال لك. وقال إنه السفير السوري حطل للأمر. لك لا مش السفير السوري. قال أكتر من هايك قال بشار الأسد. لا أنا عم بسألك عن موضوع السفير. أنا برأي السفير السوري إنسان هو بيمثل النظام المجريم بلبنان. يعني شو بدك حطلو للسفير السوري؟ بس لا ما تشوفه من ناحية تانية. بعطيقوني يعني بعطيقوني يعني بعطيقلو يا عصدو وبيلو أنت بخير يعني. بس فينا ننظر للموضوع بطريقة أخرى. إنه وجود السفارة ووجود السفير أيا يكون هذا السفير. نعم. ما أنه رمز. بدلا ما تقول عنه رمز إجرام وكذا ما زال ما في دليل. نعم. تقول عنه مثلا إنه هو رمز لاعتراف سوريا بالدول اللبنانية. كتر خائرة. أكيد. نحن نطرين تعترف سوريا بالدول اللبنانية. سوريا دمرت لبنان يا أستاذ. من سنة الخمسة وسبعين للألفين وخمسة. لو ما سوريا أكلت أتلي ما طلعت من لبنان. ما طلعت عن روح بي وبيك. سوريا ما بقلها خبز باللبنان. طلعت ويبش بي طيبة طلعت. ولو بصر لها ترجع الليلي بترجع الليلي قبل بكرة. بس طلعت. بس طلعت غسمن عنها. مش بي طيبة. غسمن عنها بس ما طلعت. وهي وفي مطرح بحول أفاقة ما كانوا حبينا تطلع كمان طلعت. ما حدا يربحنا جميلة بشهدائنا اللي يطلعوا سوريا من لبنان. طبعا. الدم اللي راح على الطرقات اللي يطلع سوريا من لبنان. ما نحترم الشهادة. ما نحترم المعتقلين بسوريا. ما نحترم كل أم بكت على ابنها. ما حدا يحكيني بسفير ومش سفير وبيحكيني بيزاق. من إني هاو دي؟ هاو دي جماعة زعران جايبهم بشار الأسد ليحكموا لبنان. حمد الله أنه معهم بيقدروا يحكموا. الحمد الله أنت بعت فيه آمن. الحمد الله أنا قدرت انتخابة رئيس جمهورية وحكومي وصار فيها وزراء. أنت عارف أنه هيدا المخاضر اللي ما رأنا فيه نحن لو فلتين ملأ باللبنان. مبارح يا خي عملو لك الآع. مبارح راح شهدها بالآع. مين دي حمام بسوريا؟ مين يجوا هاو دي يجوا من سوريا؟ بس سوريا هلأ وضعها ما في دولة وفي فلتين وفي منظمات إرهابية. كل دول العالم من روسيا لأمريكا عم تحاربها. كيف ننتهم نظام سوريا؟ يمكن يكون نظام سوريا. الحدود الفلتين هو اللي جاب المهاجمين على الأع. بس مين فلت الحدود؟ فلت الحزب الله وسوريا. مين فلت الحدود؟ والمنظمات الإرهابية كلها. مهن يستغلوا هذا الموضوع. مش عبري أنا المنظمات الإرهابية. ما إحنا اللي دفعنا عنه. إحنا اللي وقفناهم بالأع لما يجوا على الضاحية. يعني الشباب الأع راحوا بأماتهم من وراء كمان. سوركينا بالوطن. وهذا شيء شرف البير. النظام السوري هو اللي نفس جرائم الأع؟ مش ضروري هو. يعني أنه يفتح الطريق وهني راحوا. يعني أنت اليوم بدأت تفهم لكي. تركيبة النظام السوري للمدرسة بحفظ الأسد غير المدرسة اللي منقراها. نحن الكتاب اللي بيقرأ فيه جماعة النظام السوري غير نحن ما منقرأ. جماعة مبنية من أيام من أيام الاتحاد السوفيتي. عايشينا كيف بيقدر الإجرام طبعا يمشوه. أنت خضار أنت يخيل. معركة زحلي بالوحدة وطمانين ستمين سبعمائة قتال روح لك بشهرين. بمئة يوم تسعين يوم. هذا ما كان فيه إعلام يحكي عنه. هذا النظام السوري. طبعا فيه معارك وفيه شهداء. هذا النظام السوري. طبعا مثل ما فيه بلبنان بكل المناطق. وكل اللي عم تفضل فيه صحيح من الناحية التاريخية. بس كمان كل دول العالم تحاربت بين بعضها ووسطت لمحل معين. حطت أحدود وكملت كرميل المستقبل. أنا اللي عم قل لك إيه أنه بال2005 انسحب الجيش السوري من لبنان. لماذا بدنا نلحق ونحن على سوريا؟ بدي أسألك أنا سؤال بدي يكون أنا المحاور لإلك. مين اللي نفى جنرال عون وحبز دكتور جعجح؟ كل الوقائع التاريخية ما عمد فيه لك إيه. بس عم بحكة اليوم اليوم. نظام السوري ما قبل ال2005 يا أستاذ. ممنوع كان الزلم يقعد مع مرته إلا بأمر من عنجر وغازي كنعان. ما بعد ال2005 حاولوا السوريين يرجعوا ويرجعوا الماضي بطرق حلفائهم اللي هي الحمد لله بيانت وتحبس نصهم. وما قدروا يعني يعملوا شيء باللبنان بعد ال2005. ولكن النظام السوري نواياه لليوم إذا بيصروا يخربط لك لبنان. ولا سمح الله يروح لك الرئيس الجمهورية ويروح لحكومة. ما كان حيأثر معك ولا لحظة لأنه النظام السوري شايف حاله أنه صار برات اللعبة اللبنانية. صار يقدر اللبنانية أن تخبروا رئيس جمهورية. صار يقدر يعمل حكومة. صار يقدر يعينه وموظف صغير بمكتبة معين بدون موافقة عنجر. يعني أنت يمكن أن أؤكد مني اللي عم بيحكي. بس أنت اليوم موقعك أنك تحورني بهذه الطريقة. أنا بيحترمها. بس ولكن أنا ما ببري النظام السوري اليوم. إذا أنا وطالع من هون بيصير أي حادثة بتسمعها على الجريدة أو على التلفزيون. تأكد أنه النظام السوري وراها. لأنه النظام السوري نحن حافظينه اللبنانية أكتر ما هو يحافظ نفسه. عشنا. عشنا. يعني نحن موليد السبعين. يا أستاذ إبراهيم أنه النظام السوري يمكن يكون ما عم تتفضل. ما عم ننكر هذا الشيء. لا أحد ينكر هذا الشيء. ولكن أنت عم تغضي النظر عن ارتكابات جهة أخرى. يلي هي كل العالم المنظمات الإرهابية. بك أنا معك. شايف الدنيا كلها نظام السوري والإرهاب شوه؟ يا أستاذ أنا معك. بس أنا عم بخبرك على الحي اللي بين رباها. يعني اللي رباها والنظام السوري اللي هي طلعت وكبرت وصارت بالعراق وصارت بكل الدول العربية. النظام السوري أنا عطول بتهمه أنه هو وراء تكبير هذه الجهات. أنا معك بكون عم براء المنظمات الإرهابية اللي عم تطلع مرات من المخيمات ومرات تيجي من برات الحدود. ومرات بتطلع هذه كلها بدا قاضي عليها. هذه ما بدا محاكمة. بدا إعدامات دغري. أنا معك. أنا أولادي. أولادك بدا روحوا على الطرقات. ممنوح حدا يوقفهم. بس ولكن أنت ما فيك تبري نظام مثل هذا. بعدك أنت لليوم عم تعترف أنه عندك معتقالين لإلك. يعني هو معنا بيقول أنه يخيم حتى موجودين عنده. هذه فيه إلا يعني حسيات أخرى. ما إلا شيء إلا ضعف من الدولة اللبنانية بمطالبة جماعتها. بارح أمريكا خربت الدنيا لأخذت عفو بإيران عن صحافة أمريكية. بارح. ناشي اللبنانية اليوم الدولة اللبنانية. أجل جواب أنه ما فيه حدا. لأنه تقصير من الجانب اللبناني. وعن بنقل لك وجهة نظر الأخرى أنه لازم هون بلبنان نشوف موضوع المخفيين قصرا. من موصل على سوريا. سديني يا سيجاد. المفتي حسون. اللي أنت سميته مفتي. أنا ما بسميه مفتي. اللي هو إذا بدك رمز النظام. الراعي سميه مفتي. حتى البطرق. حتى لو بابا روما بدك بعض أكثر. لعلي لك السقف أكثر. ممنوع النظام السوري يفوت على لبنان قبل ما يصفي الماضي معنا. يا أخي بعدين بيجي نظام جديد. سوريا هي بنعتبرها ساعتها شقيقة. وأختنا ورفيقتنا وجارتنا والبدكية. بس مع غير نظام مثل بيت الأسد. رسميا بيصف الماضي أستاذ إبراهيم. حزب معين أكاين القوات أو غيرها أم الدولة اللبنانية. دولة اللبنانية صفت. كيف صفت وأنت اليوم بعد عندك؟ ما عمت تعاطى مع الدولة السورية رسميا. وبكرة يمكن بيصير فيه تعاطى بموضوع النازحين. لتأمين عودتهم بالتعاون مع النازحين. النازحين بيرجعوا وبيعدوا على حدود بين سوريا ولبنان. عندك مساحات ألوف الدولامير. يروحوا يعدوا مع مين بيمثل النازحين. أنا وأبعرف بيمثل حتى النازحين بيمثلهم بشار. فكرك أنت؟ خلي يروحوا على المناطق اللي تلقى. نزلوا كلهم انتخبوا. لا نزل جميع النزام السوري انتخبوا بالسفارة وجووا الطرقات. وجبروهم بالقوة ينزلوا ينتخبوا. وشفت شي صوت طلع غير لبشار الأسد بص. شو هالديموقراطية هاي اللي بيطلع 99.99. يا أستاذ نحن اليوم في 2017 بطل ولد تمرق علي هاي الأمور. يعني يا تغذني بالكلمة ينزل الشخص. يعني نحن عم نعرفهن وعننا عمال ومنحترمهن وكل شي. بس ينزل شخص بيصوت مرتين وثلاثة بنفس الموضوع. شو هالحديث هيدا؟ نحن اليوم اللبنانية قلنا عشرين سنة عملين قانوني. يصوت المختري ببرة وش هم نقدر نعمله. يعني لايش يجوا وقعدوا ونفرشوا على الطرقات ويجوا وصوتوا وطلع بشار. لا يوجد زوم هيدا كلها للبروباكان دا. على كل حال أستاذ إبراهيم الصائر بدي أشكرك على هالحلقة. نتأمل أن نلتقى فيك بحلقات مقبلة دائما عبر هواء الأوتيفي. مشاهدين حلقتنا لليوم مع الأستاذ إبراهيم الصائر انتهت. لقاءنا المقبل معكم بحلقات حوار اليوم مثل العادة كل يوم ساعة 11 وصناعة متفضل. بحب يخطب شغلي ويقول لك أنه هذا نهار مبارك ومنشكرك أول شيء منشكو الأوتيفي. بس بحب عطول هايك فاكي لك شغلي أنه نحن منفتحين على كل العالم. ونحن نحب نكون منفتحين على كل العالم. نحن منا ضد حدا. بس فيه سوابتنا وفيه شهدينا وفيه قضيتنا هايدي بالأولوية. وبعدين مين بيصدقنا حنصاده أكيده ونحن هكون إيدنا ممدودة للكل. شكرا لألك مشاهدي الأوتيفي شكرا مجددا على المتابعة وإلى اللقاء.